إذا أنت ما تقدر تشتري كمبيوترين لاثنين من أبنائك تقدر تستخدم كمبيوتر واحد حتى لو كانوا ثلاثة أربعة وعندك إلى ست مصاريف بسيطة جدا أول شي عندنا كمبيوتر واحد HDMI كيبورد لكل طالب وماوس وشاشة صغيرة أو ممكن تستخدم التلفزيون في البيت خلوني أركب سلك الـ HDMI حتى نشوف أنه هذه الشاشة عبارة عن انعكاس لهذه الشاشة ما اختلفنا بس وش بنسوي بنخلي هنا يوزر وهنا يوزر وبنخلي الطالب الأول يستخدم هذه الكيبورد والماوس هذه والشاشة هذه والطالب الثاني بنخليه يستخدم الماوس هذه والكيبورد هذه والشاشة هذه نحمل أول شي البرنامج اللي اسمه أستر موقع هو ibik.ru لما ندخله نروح على download ونختار free trial اللي هو تحميل النسخة المجانية والتجربة خلال 30 يوم طبعا نشتري البرنامج احنا ممكن نحمله كنسخة تجربية لكن فيه النسخة اللي تشتريها مدى الحياة فيه إلى اللي تدعم ستة مستخدمين بـ 323 ريال مدى الحياة وفيه اللي تدعم مستخدمين اثنين على نفس الكمبيوتر سعرها 184 ريال للأسف ما يدعم اللغة العربية فيه لغات كثيرة لكن نختار الإنجليش وابدأ أسجلكم الشاشة مع الأغراض اللي موجودة هنا أو الأدوات عشان يكون الشرح كامل إن شاء الله ووافي الحين تحمل البرنامج بيطلب مني إجباري أني أسوي ريستارت خلنسوي ريستارت ونرجع والجهاز الحين سوى لنا الريستارت بعدين بنشغله بيصير تحمل البرنامج فيه ويبدأ نعرف الشاشة اللي موجودة هنا والكيبورد هذه والماوس تذكروا بعد ما تحملون أو تسوون تنصيب للبرنامج اشبكوا وصلت الـ HDMI وصلت الـ USB حقه الكيبورد وصلت الـ USB حقه الماوس أنا عندي الماوس وائرلس نحط البصمة ونبدأ نشغل نبدأ الحين نشغل البرنامج أستر زي ما تشوفون طالع لي إنه فيه بلايس واحد لو أنقل الأستر شوفوا طلع في الشاشة الثانية زي ما تشوفون هنا أبرجعه للشاشة الأولى فهذه تعتبر شاشة من قسمة لشاشتين هذا الشيء أنا ما أبغى أنا أبغى كل واحد يتحكم بماوس وكيبورد لحالة طيب نروح عند ثاني خانة أو ثاني تبويب اللي اسمها Work Places أو اللي هي مكان العمل لو تلاحظون أبحرك هذه شوفوا طلع مربع أزرق حوالينها تمام؟ أبحرك الماوس هذه طلع مربع أزرق على إيش؟ على المربع الثاني فخلوني الحين أسحب المربع الثاني هذا اللي هو اليو اسبي وأرميه على الشاشة رقم واحد طيب الكيبورد هذه طلع لي أنها أول وحدة هذه الماوس حقتها حقت كمبيوتر حطيتها في واحد فاصلة اثنين والكيبورد طالعه في واحد رقم واحد فاصلة واحد بس حبه وحطه هنا صار عندي هذا على الشاشة واحد فاصلة اثنين والماوس باد على الشاشة واحد فاصلة اثنين يعني الكيبورد هذه والماوس باد تابعة للبلايس رقم اثنين طيب نشوف البلايس وان الكيبورد بحرك الكيبورد طلع لي توهج أو مربع أزرق على الشاشة رقم واحد فاصلة واحد نحرك الماوس طلع أنه مربع أزرق على الشاشة رقم واحد فاصلة واحد يعني الشاشة هذه الحين برمجنا عليها الكيبورد هذه والماوس والشاشة هذه او الكمبيوتر برمجنا عليه اللي هو وان بوين تو البلايس او المكان العمل رقم واحد فاصلة اثنين او الشاشة واحد فاصلة اثنين برمجنا عليه الكيبورد والماوس باد بعدين ننزل تحت نختار ابلاي فبيسألنا ياس او نو نختار ياس الحين خلاص اعتمد لنا هذه الاعدادات اللي سويناها الحين نروح جنرال سيتنجز زي اللي ظاهر عندكم بالشاشة وننزل تحت على انابل أستر اند ريبوت بي سي يعني يقول لك فعل برنامج أستر وسولي ريستارت صنع الحين الريستارت لاحظوا هذه الحركة العجيبة لخبطتنا لاني حطيت الشاشة هذه مع الكيبورد والماوس هذه وهذه الكيبورد صارت على الجهاز او الشاشة اللي نشوفها طيب مو مشكلة بس الحين انا بقدر اعدل كل الاعدادات بنفس الطريقة اللي شرحتها لكم قبل شوي لو تلاحظون هذا الكمبيوتر الحين مسوي له تسجيل دخول لحالة الجهاز الثاني شوفوا كيف معي الجهاز الثاني الى الان ما سوى تسجيل دخول يعتبر يعني كأنه يوزر ثاني وهذه الماوس والكيبورد حقتها شغالة معه طيب خلونا نسوي تسجيل دخول لهذا الجهاز الحين الجهاز هذا اشتغل بشاشة مختلفة جدا هذه الماوس قاعدة تتحرك هنا شوفوا كيف ابدخل من هذا الجهاز سميته جهاز ما شاء الله لانه عبارة عن شاشة وكيبورد وماوس الطريقة زي ما ذكرت لكم ما في اسهل منها وما في ابسط منها يعني هذا الجهاز بدخل على تويتر طارق الجاسر مثلا وخلوني اوريكم وانا اتصفح وهذا الجهاز الثاني ابدخل على موقع طارق الجاسر هذا بس كمثال انه كيف اثنين من ابنائكم او اثنين من بناتكم او تقدرون تستثمرون انتم بس من مجرد شاشة وكيبورد وماوس وتشبك الوصلة شوفوا كل واحد داخل على منصته ويحرك بدون ما يأثر على اخوه الثاني والحيد بكل بساطة صار عندنا شاشة وكيبورد وماوس ما انت مضطر تشتري كمبيوتر ثاني اذا كان عندك ابنين او ثلاثة ابناء او اربعة او خمسة او ستة حتى تقدر تستخدم كمبيوتر واحد وتربطهم كلهم كل واحد تحط لشاشة وتخليهم متصلين بهذا الكمبيوتر الرئيسي والكمبيوتر الرئيسي هذا بيعطي هذا يوزر لحالة يقدر يدخل يتصفح يتحكم بالكيبورد والماوس لحالة وهذا ايضا معتبر كأنه جهاز او يعتبر كأنه جهاز منفصل تماما اتمنى ان شاء الله انكم استفدتوا واتمنى التوفيق لاولادنا وبناتنا كلهم في تعليمهم عن بعد وهذه اطيب تحية كان معكم طارق الجاسر في امان الله اشتركوا في القناة موسيقى